السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وابناتي طلبة التعليم التجاري بصفة عامة وطلبة التعليم التجاري والفني بصفة خاصة طيب الحلقات بتاعتنا حلقة جديدة من المستقبل للتعليم الفني وفي بيتنا مدرسة طبعا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على علاقة المناهج بسوق العمل لان احنا قلنا الدولة بتتجه حاليا الى تفعيل التعليم الفني ربط المناهج بمتطلبات السوق وقلنا عاملين نظام جميل جدا في التعليم الفني نظام القائم على الجدارات وطبعا ده بيتطبق فيه التعليم التجاري والتعليم الزراعي والتعليم الصناعي والتعليم الفندوقي طب احنا بنتكلم على التعليم التجاري استعرضنا في الحلقات السابقة علاقة المناهج بسوق العمل واتكلمنا على مادة شايقة جدا اسمها قانون العمل وازاي انت لما تتخرج من التعليم الفاني وتلقحك باحدة الاعمال في احدى المصانع او احدى الشركات تبقى عارف حقك بيجي ازاي بتاخد حقك ازاي والقانون يعني القانون موضح لك حل الحقوق والواجبات اللي بينك وبين صاحب العمل النهاردة معانا مادة تانية مرتبطة برضو بسوق العمل ومرتبطة بمستقبلك المادة النهاردة اسمها ادارة المشروعات دي مادة ليها علاقة بمستقبلك طب ليها علاقة بمستقبلك ازاي كتير مننا دلوقتي بعد ما بيخلص بيفكر يعمل مشروع طيب اسئلة كتير بتيجي في دماغنا واحنا بنعمل المشروع ده طب هعمل المشروع في ايه طب السوق عايز ايه طب هل السلعة بتاعتي او المنتج بتاعي اللي انا هنتجه هيتباع ولا مش هيتباع طيب اجيب فلوس للمشروع منين طب المكان هيفرق في المشروع ولا لا طيب هل اتجاه الدولة وسياستها ليه علاقة بالمشروع بتاعي كل سؤال يخطر على بالك هنحاول نوفره لك النهاردة في الحلقة ازاي اعمل مشروع وتجنب الخسارة تاني ازاي اعمل مشروع وتجنب الخسارة من خلال مادة هتدرسها ان شاء الله في الدبلوم والتعليم التجاري اسمها ادارة المشروعات الصغيرة حتى في نهاية المنهج هتلاقي الكتاب عامل حاجة جميلة جدا عامل حوالي اربع او خمس انواع من انواع دراسات الجدوى على المشاريع الصغيرة جايب لك دراسة الجدوى اللي ممكن تنفذ بيها مشروع والمشروع ده ممكن ان شاء الله ينجح طيب اسئلة كتير بتيجي في دماغك هو انا لما اجي اعمل مشروع المشروع ده محتاج ايه محتاج مني مواد خم ايه طب عشان اعمل مشروع اجيب فلوس منين طب انا ما معيش فلوس هل في مصادر للتمويل كل سؤال من اللي احنا قلناه دلوقتي الحلقة دي بازن الله هتعلمك ازاي تعمل مشروع وبس بطريقة علمية يعني ايه بطريقة علمية يعني المشروع مش معناه ان انا انتك سلعة وسوق وخلاص واقول المشروع فشل طب فشل ليه اكيد في اسباب دلوقتي بقى انا بنعتمد على الاسلوب العلمي لقياس مدى نجاح المشروع او فشل المشروع هل المشروع ممكن يفشل طبعا ممكن يفشل لو ما اتبعناش الاسلوب العلمي تعال مع بعض النهاردة نشوف حلقتنا ان شاء الله باذن الله فيها ايه واي سؤال في دماغك وانت بتعمل المشروع هتلاقي مش الحلقة اللي بتجاوب عليك المنهج اللي انت هتدرسه في الدبلوم ان شاء الله هو اللي بيجاوب عليك طبعا احنا اتكلمنا وقلنا المستقبل للتعليم الفني لانقربها تاني المستقبل للتعليم الفني عندنا بالنسبة ليه قانون العمل اللي اتكلمنا فيه الحصة اللي فاتت اتكلمنا على الناس اللي ازاي انا استفيد من قانون العمل في المشروع اللي انا هشتغل فيها قلنا وانت بتشتغل خلي بالك عندك حاجات كتير جدا 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 هتستفيد بها من مادة قانون العمل واحنا كمان بنتكلم النهاردة طب استفيد ازاي من قانون العمل احنا اتكلمنا على المشروعات نتكلم ازاي استفيد من قانون العمل تستفيد من قانون العمل ان انت تعرف حقك في الاجازات ده مش في الاجازات وبس احنا خدنا رحلة وقفنا كده عند مرحلة خدنا رحلة من اول ما ابتدي افكر ان انا اشتغل لحد ما اطلع معاش اه لحد ما اطلع معاش طب افكرت كده بحقك اللي انت ممكن تاخده من خلال دراستك لمادة اسمها مادة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ازاي تاخد حقوقك او ايه هي حقوقك طيب هل انا ليا انا اتكلم بها النهاردة باستفادة كده هل انا ليا نوع من انواع الاجازات لما اشتغل في احدى المنشآت الصناعية طب يا سيد النهاردة انا ها اقول لك ان انت عندك حوالي عشر انواع من انواع الاجازات اللي هي من حقك لو انت شغال في منشآت صناعية طب ايه هي الاجازات دي اللي انا ممكن اخدها طبعا الاجازات دي فيه اجازات مدفوعة الاجر لا استنى بقى فهمني يعني ايه مدفوعة الاجر وبدون اجر افهمك يعني ايه مدفوعة الاجر كلمة مدفوعة الاجر يعني انت هتاخد الاجازة وهتاخد عليها اجر كمان لا تاني اه بص هفهمك ازاي دلوقتي انت لو رحت اشتغلت في مكان وصاحب الشغل قالك هتديك مثلا في الشهر تلات تلاف جنيه وانا سألتك كده اليوم يقب كم هتقول لي تلات تلاف على التلاتين اليوم يقب ميت جنيه يعني انت حسبت الشهر على انه تلاتين يوم مع ان الشهر في اربع ايام من الجمعة يعني الجمعة دي اجازة لكن الجمعة او بنسميها الراحة الاسبوعية دي اجازة مدفوعة الاجر اجازة مدفوعة الاجر يعني بتتحسب يعني انت بتاخدها اجازة بتاخد عليها اجر طب ايه الاجازات الي من حقك تاخدها همشي معك واحدة واحدة كده في الاجازات الي من حقك تاخدها اول اجازة عندك حاجة وقتاني الاجازة دي مدفوعة الاجر يعني ما تروح تشتغل في مكان قول له انا لقيه اجازات مدفوعة الاجل ايه بقى الاجازات ديه والظروفة ايه هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل او النوع من انواع الاجازات اللي انت ممكن تخدها الراحة الاسبوعية القانون او قانون العمل قانون وقم 12 لسنة 2003 اللي هو القانون اللي انت هتشتغل به وهيطبق عليك لما ان شاء الله تخلص الدبلوم بتاعك او تخلص الكليا بتاعتك وتلطحك باحدة المنشآت الصناعية في احدى المصانع او الشركات يعني القانون بيقول ايه من حق العامل راحة اسبوعية مدتها 24 ساعة بعد 6 ايام عمل متصلة خد بالك من الفاظ القانون القانون بيقول ايه 24 ساعة بعد 6 ايام عمل متصلة يعني يقول يوم لا ماقولش يوم ليه هي اليوم هتفرق اه طبعا هتفرق ليه احنا بنتكلم على المنشآت الصناعية ومنشآت صناعية او مصانع يعني ان معظم شغلها زي ما انتوا فاهمين نظام ورديات يعني ايه ورديات يعني الوردية تبدأ الساعة كذا تنتهي الساعة كذا طب لو انا عندي راحة اسبوعية ابتديها من امتى من اول اليوم ولا من اول مخلص شهر لا القانون قال ايه لمدة 24 ساعة من انتهاء اخر ساعة في الوردية بتاعتك تبتدي تاخد 24 ساعة بتوعك عشان كده القانون قال ايه 24 ساعة بعد 6 ايام عمل متصلة طب يعني ايه يعني تقصد ان انا مغيبش الست ايام لا مقصودش كده ام لا قصود اقول ايه ده ده الاتزام على صاحب العمل ان الست ايام يكونوا متصلين بمعنى لو انا مثلا هديك 24 ساعة مثلا فرضنا انه ام يوم الجمعة يبقى بعد كده الايام تكون متصلة سبت حد وهكذا ما ينفعش يديني اجازة راحة الاسبوعية دي يوم خميس بعد كده يوم اثنين لا القانون قال 24 ساعة بعد 6 ايام عمل متصلة دي اول اجازة لك في بعض طب اللي اولا شغال في الشركة وما فيش ورديات يطبق علي اه بس سيطبق عليك حاجة اسمها الغلق الاسبوعي الغلق الاسبوعي يعني يوم في الاسبوع ده من حقك طيب دي من نسبة لأول اجازة عندك اسمها ايه الراحة الاسبوعية النوع التاني من الاجازات عندنا الاجازة السنوية ودي اجازة باجب كامل ومن اسمها كده هتتاخد كل قد ايه رفع عليكم كل سنة يبقى انت من حقك عند صاحب الشغل ان انت تاخد اجازة سنوية ما تسبقش هنقول مدتها دلوقتي اجازة سنوية مدتها دي مدتها هنقول حسب خبرتك في العمل يعني حسب خبرتك في العمل يعني عايز تفهمني ان انا اول ما روح الشغل اقول لنا ليه اجازة سنوية لا استنى ما يمتعش كده امال ايه اول ما تكم اول ما تتم سنة كاملة سنة ايه كاملة يبقى ساعتها من حقك تبتدي تطلب اجازتك السنوية طب لو ما كملت السنة بتاخد اجازة على قد نسبة الايام اللي انت عدتها لكن بعد اتمام السنة الكاملة دي يعني لو انت اشتغلت في مكان وعدت سنة كاملة بالضبط من حقك تبتدي تطلب الاجازة السنوية طب الاجازة السنوية دي مدتها قد ايه مدتها حسب خبرتك انت في الشغل يعني ايه حسب انت عدت عيدي قد ايه في الشغل ده القانون قال لو انت اتمامت سنة كاملة لحد 9 سنوات يعني ما قدتش العشرة من حقك اجازة مدفوعة الاجر مدتها 21 يوم يعني هتاخد اجازة مدتها قد ايه 21 يوم اما لو عدد سنوات الخبرة زادت عن 10 سنوات من حقك ان انت تاخد اجازة مدتها 30 يوم يبقى لو انت اقل من سنة لو انت اقل من 10 سنين بتاخد 21 يوم اجازة سنوية مدفوعة الاجر يعني هتاخد عليها الاجر كامل اما لو انت زودت على 10 سنين خبرة بتاخد اجازة مدتها 30 يوم سؤال هنا بقى هو يعني ايه سنوات خبرة وهل لازم سنوات الخبرة دي ان انا اكون قدتها عند نفس صاحب العمل يعني باللغة كده عند صاحب المصنع ده بس القانون قال لا لا امال قال ايه قال لك يا سيد لو انت اشتغلت طبعا احنا عارفين العمل الخاص سهل التنقل يعني ايه سهل التنقل يعني انا ممكن اشتغل في المصنع الف اقعد فيه سنتين تلاتة بعد كده تجيلي فرصة في مصنع به عكس الوظيفة الحكومية او المدنية طيب الخبرة بتتحسب ازاي الخبرة بتتحسب كالتالي لو انا اشتغلت في مصنع الف وسبتوا راح مكان تاني من الكزامات صاحب العمل ان يديني شهادة بالخبرة بتاعتي يعني عدت سنة اتنين تلاتة اربعة هيديني شهادة بالمدة اللي انا قعدتها طيب لو انا عدت اكتر من عشر سنين عند اي حد وجيت عند اخر واحد ولسه عندي يعني لسه انا شغال عنده بقى لي سنة بس هل من حق ان انا اخد التلاتين يوم القانون قال اه طالما اتمامت العشر سنوات خبرة من حقك يبقى في تكير كده حقوقك لو انت قال من عشر سنوات هتاخد واحد وعشرين يوم لو انت اكتر من عشر سنوات هتاخد تلاتين يوم اذي على القانون قال ايه كل ما انت عدى سنه الخمسين سنة من حقه اجازة مدتها تلاتين يوم تاني كل ما انت عدى سنه كام خمسين سنة وحده يقول لي طب ما اكيد لو انا شغال في مكان ما انا كده كده عدى الخمسين وكده كده انت بتقول طالما عدت عدت الخمسين يبقى انا اكملت العشر سنوات خب لا لا اقول لك استنى استنى شوية احنا كل ماده اللي بنتكلم عليها دي توعلاقتها بسوق العمل اسمها قانون العمل والتأمينات الماده دي او القوانين دي قانون العمل ده لا يطبق الا على القطاع الخاص لا يطبق الا على القطاع الايه الخاص يعني مش هيتطبق الا على المصانع والشركات اللي هي فيها صفة التبعية يعني معنى كده ان انا ممكن اكون شغال في مكان تاني مثلا في مكان وظيفة عامة وحدت سن الستين هل من حق ان انا لطحك في احدى الوزافة الخاصة طبعا قانون الخاص ما بيحدتش سن للشغل ممكن انا رح اشتغل انا عندي خمسة وخمسين سنة رحت اشتغلت عندي خمسة وخمسين سنة ولسه اول سنة ليه اقول لنا ليه اجازة هنا مدتها تلاتين يوم لان عدت سن الخمسين اه انا ما كملتش العشر سنوات خبرة لكن القانون بيقول كل ما انت عدى سن الخمسين له اجازة مدتها تلاتين يوم يبقى اعرف حقك كويس لو انت اقل من عشر سنين هتاخد واحد وعشرين يوم لو انت عديت العشر سنين هتاخد تلاتين يوم ولو انت سنك عدى الخمسين هتاخد تلاتين يوم طيب برضو حد هيقول لي ايه طب اف بدأ انا شغال في مكان بعيد واجازتي مثلا واحد وعشرين يوم اجازة صغيرة والمكان اللي بعيد ده باخد يومين صفر رايح ويومين جاي والمنطقة اللي انا شغال فيها منطقة نائية في صحراء او اولو لا استنى برضو القانون منساش النقطة دي قال ايه القانون قال ايه قال تزداد الاجازة في جميع الاحوال يعني ايه هتزود على اللي انا قلت عليه الواحد وعشرين والتلاتين والتلاتين ما لهم بقى تزداد سبع ايام سبع ايام لمين لمن يعمل في المناطق النائية والخطرة يعني ايه يعني لو انت شغال في منطقة نائية او منطقة نائية يعني بعيدة لو انت شغال في منطقة بعيدة او منطقة خطرة من حقك ان انت تاخد اجازة مدتها سبعة ايام زيادة عن الاجازة اللي احنا قلناها يبقى انت كده عندك اجازتين مدفوعين الاجر اجازة اسمها راحة الاسبوعية واجازة اسمها الاجازة السنوية طب الاجازة السنوية دي هل لها احكام يعني في قانون بينظمها طبعا القانون ما بيصيفش حاجة فنظموا عمل لائحة اسمها احكام الاجازة السنوية اول حاجة لا يمكن ان نزول عنها يعني ايه لا يمكن التنازل عنها ما اقدمش باي حال من الاحوال اتنازل عن اجازتي السنوية الحاجة التانية او النقطة التانية ان الاجازة دي يحددها صاحب العمل طب ليه يحددها صاحب العمل طبقا لمصلحة العمل كمان فيها نقطة مهمة جدا اي سؤال كده برضو هو انا لو اخدت الاجازة دي التلاتين يوم اللي هي متفوعة الاجر اللي ناخد عليها الأجر يعني رحت اشتغلت في مكان تاني عادي أقول لك لا مش عادي ليه القانون قال إيه بقى إذا اكتشف صاحب العمل أن العامل يعمل أثناء الأجازة السنوية من حق صاحب العمل حرمانه من الأجر أو الأجازة يعني إيه يعني لو أنت خدت أجازة مدتها 30 يوم رحت اشتغلت في مكان تاني وصاحب العمل اكتشف الكلام با هيقول لك لا من حق أن يحرمك من الأجازة ويحرمك كمان من الأجر كمان فيها حماية تانية خالص ليه القانون واحد هيقول لي طب ليه ما هو حق ما هو أجازة هو يعني هيدفع لي حاجة آه يا أجازة مدفوعة الأجر آه لكن في نقطة مهمة جدا لقدر الله لو أنت حصلت لك إصابة في العمل التاني ده كده أنت ضيعت عليك حقوقك لأن الإصابة دي ممكن تؤدي إلى إصابة إلى عجز جزئي أو عجز كل عجز جزئ مستديمي عن الإصابة دي تقعدك في البيت أو تخليك غير قادر على العمل أو مزولة عمل آخر طب ساعتها تاخد حقك منين ما أنت كنت شغال في مكان تاني هيبقى فيها مشكلة عشان كده بنقول لما تاخد الأجازة آه بالأجر كامل ما تروحش تشتغل الأجازة السنوية ما تروحش تشتغل عند حد يبقى أنت كده ليك حقين في الأجازة آه قلنا الراحة الأسبوعية وعندنا كمان الأجازة السنوية هل هي أجازات تانية؟ ما أنا قلت لك ده أنت ليك عشر أنواع من أنواع الأجازات فيهم واحدة بس هي اللي بدون أجر هقولك عليها طيب النوع التالت من الأجازة إفرد أنا عايز أروح أعمل أروح أحج أو أزور بيت المقدس لإخوة المسيحيين طبعا طب القانون قال إيه عمل أجازة كده اسمها أجازة الحج وزيارة بيت المقدس قال إيه للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خلي بالك من الكلام للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في أجازة مدتها تلاتين يوم لأداء فريدة الحج يحصل عليها مرة واحدة فقط إمتى طوال الخدمة أوضح لك أجازة تجيبا إنت لو إنت عايز تروح تعمل عمر أو تحج أو تزور بيت المقدس من حقك إن إنت تاخد أجازة بس في شرط إن إنت تكون أكملت خمس سنوات متصلة يعني إيه يعني خمس سنوات خبرة يعني لا مش خبرة هو فيه فرق بين الاتنين أه طبعا السنوات الخبرة ممكن تكون عند أكتر من لدى صاحب عمل يعني ممكن عند المصنع ألف به جيم دي سنوات خبرة أما السنوات المتصلة لازم تكون عند صاحب العمل اللي إنت بتشتغل عنده فقط لغير يعني عشان تقعد عنده سنة اثنين تلاتة أربعة دول سنوات متصلة القانون اشتبط عشان تاخد أجازة تأدي فريدة الحج لازم تكون أعدت على الأقل عنده خمس سنوات متصلة طيب الأجازة دي بقى مدتها قد تلاتين يوم يعني شهر والشهر ده ما تفعل أجر يعني هتروح تحج إن شاء الله وترجع بالسلامة تقبض الشوق تقبض الأرض بتاعك طب استحقها كم مرة تستحقها مرة واحدة فقط طوال الخدمة يعني إيه يعني من حقك تطلبها مرة واحدة طوال الخدمة طوال الخدمة فيين طوال الخدمة في عمري ولا طوال الخدمة عند صاحب العمل ده لا عند صاحب العمل ده لأنك لو رحت مكان تاني واشتغلت عنده خمس سنين متصلة من حقك إن انت تاخد أجازة لأداء الحج يبقى أنت ليك أجازة الحج مدتها شع مدفوعة الأج طيب عندنا نوع الرابع من الأجازات إن استعجلش إحنا قلنا عندنا عشر أنواع من أنواع الأجازات النوع الرابع من الأجازات عندنا أجازة سنوية يعني إيه أجازة سنوية يعني إيه الأجازة السنوية تكلمنا عليها عندنا أجازة الأعياد أجازة الأعياد يعني إيه أو الأعياد دي زي إيه زي بقى العيد الصغير العيد الكبير عيد شام النسيم عندنا المولد النبع والشريف عندنا ستة اكتوبر تلاتين يونيو كل الأجازات اللي بنقول عليها دي اسمها أجازة الأعياد ما لها بقى أجازة الأعياد ديت القانون قال من حق العامل الحصول على أجازة أعياد بأجر كامل بحد أقصى 13 يوم في السنة كام 13 يوم في السنة عارف السؤال اللي انت هتسأله دلوقتي هتقول لي ده أجازة العيدة الصغيرة والكبير وكام أجازة مع الدينة 13 يوم آه فعلا مع الدينة 13 يوم هم اللي احنا قلنا كده ليه لأن احنا بنتكلم على القطاع الخاص يعني ايه القطاع الخاص كلمة على مصانع برضو المصنع غير القطاع العام القطاع الخاص القطاع العام بيبقى لو خد أجازة 3 أو 4 أو 5 أيام آه غير يفق بقى على القطاع الخاص هيفق فيه القطاع الخاص ده مصانع شغالة بمواد خام المواد الخام ديت ممكن لو قعدت يوم 2 الانتاج يتوقف هيسبب خسائب لصاحب العمل والقانون جاي قانون العمل حتى احنا بنقول قانون العمل له همية من الناحية الاقتصادية ليه لأنه ينظم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل أو ينظم العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر يعني القانون بيحافظ على رأس المال بتاع صاحب العمل عشان كده قال إيه بحد أقصى 13 يوم في السنة هيديك أجازة أجازة أعياد هتخلت أخد أجازة أعياد وكل حاجة لكن 13 يوم في السنة وده بيفصر لك حاجة بتشوف مثلا في العيد الكبير تبقى الناس كلها أخذ أجازة 4 أو 5 أيام وتلاقي المصانع النصرح الشغل شوف صاحب المصنع الظالم مواد الناس في العيد أقول له لأ ده ده قانون هو بحد أقصى 13 يوم في السنة ده مش كده وبس كمان طب هل ينفع صاحب العمل يشغلني في أجازة الأعياد القانون قال آه شغلك أنت من حقك أن أنت تقول له لأ لكن لو شغلك إيه اللي يغريك أن أنت تنزل تشتغل في أجازة الأعياد تمام الفلوس عشان كده القانون أو الأجر يعني القانون قال إيه يجوز تشغيل العامل بمثلي الأجر في أجازة الأعياد يعني إيه مثلي الأجر يعني ضعف الأجر أقول له لأ مثلي الأجر يعني أده مرتين يعني لو أنت شغل في مكان مثلا والمكان ده بتاخد فيه 100 جنيه في اليوم والصاحب العمل خليك تشتغل في أجازة أعياد تاخد 300 جنيه مثلي الأجر يعني ينفع تشتغل ممكن يشغلك لكن القانون قال ياخد مثلي الأجر يبقى تكلمنا على راحة أسبوعية تكلمنا على أجازة سنوية تكلمنا كمان على أجازة الأعياد طيب عندنا كمان نوع مهم جدا من الأجازات الأجازة الدراسية فحد ده يقول لي الأجازة الدراسية عافنا أن بناخدها في أجازة المدارس هقول له لأ إحنا ما بنتكلمش على المدارس أصلا ولا بنتكلم على الطلبة ولا إحنا بنتكلم على إيه إحنا بنتكلم على قانون العمل اللي ينظم العمل الخاص طيب ايه علاقة الاجازة الدراسية بالعمال بقانون العمل اقولك العلاقة فرضنا ان في طالب شغال في مصنع والطالب ده بيدرس في احدى المدارس او احدى الجامعات والطالب ده عنده امتحانات يعمل ايه هو بحاجة الى العمل طبعا القانون ما سفش الكلام ده قال خلاص الطالب اللي عنده امتحان القانون اداله الحق ان ياخد اجازة لاداء الامتحان ده طب أجازة كده يروح يقول له صاحب العمل قانون قال لا حتى محدد لهاش مدة ليه محدد لهاش مدة لان طبعا نوعية التعليم مختلفة طالب بيمتحان في كلية تجارة طالب بيمتحان في كلية هندسة طالب بيمتحان في ديبلون في سنوية عامة فالايام مختلفة عشان كده مجاش جنب المدة قال المدة مفتوحة لكن اشترط شرط بسيط قد كده ايه الشرط ده قال لو الطالب عنده امتحان شرط ان يختر صاحب العمل بمعادل امتحان قبلها على الاقل بخمستاشر يوم يعني انا لو انا هشغال في مصنع وعند امتحان ابلغ بس صاحب العمل هبلغ وقوله انا عند امتحان في المدة الفلانية بشرط ان الاختار ده يكون قبل الاجازة بتاعتك على الاقل بخمستاشر يوم ليه عشان طبعا تدي فرصة لصاحب العمل ان هو يجهز البديل اجماع احنا بنتكلم على العمل خاص منشئات صناعية يعني ممكن العمل يتوقف على فارض ده ما كان بياخد من دل هنا فلو ده صح يعني مثلا لو في عملية صناعية مترتبة بالترتيب ده بيعمل خطوة ده بيعمل خطوة ده بيعمل خطوة ايجا العمل اللي في النص غاب هتبقى مشكلة لازم يقفيل بديل فبنقول لصاحب العمل احنا نبلغك قبلها بخمستاشر يوم عشان يقوم الطالب باداء الامتحان يبقى الطالب من حقه اجازة دراسية مدفوعة الاجر مفتوحة المدة لكن بشرط ان هو أبلغ قبلها بخمستاشر يوم كمان برضو من حقك من حقك بقى ننتكلم دلوقتي على المرأة العاملة حقيقة القانون العمل قانون وقم 12 لسنة 2003 والاهتمام خاص جدا 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 بقواعد تنظيم عمل النساء طبعا النساء لهم طبيعة فيسيولوجية وعندنا عادات وتقاليد فطبعا كان لازم القانون يتماشى مع طبيعة الطبيعة الفيسيولوجية للمرأة وكمان يتماشى مع عادات وتقاليد مجتمعتنا المصرية ازاي القانون قال عشان نحافظ على المرأة المصرية أولا وسمح لها بالشغل تمام لكن أول حاجة قال لا يجوز عمل المرأة ليلا من الساعة السابعة مساء للسبعة صباحا يعني في المنشآت الصناعية عشان ما حدش يقول ايه ما نعرف ناش شغال 11 و 12 ماشي أنا بتكلم على المنشآت الصناعية حتى المنشآت الصناعية القانون عمل لها استثنائين قال من حق المرأة تشتغل ليلا أول استثناء إذا كانت طبيعة عملها طبيعة إشرافية يعني إيه طبيعة إشرافية يعني لو شغلتها إشرافية من حقها ويجوز إنها تشتغل ليلا أما إذا كانت طبيعة عملها طبيعة غير إشرافية فلا يجوز إنها تشتغل بالليل كمان القانون زي ما بيخاف على العاملة والعامل بيخاف على فلوس صاحب العمل قال ايه أنا هسمح بس ان العاملة تشتغل ليلا في حالة اذا كان هناك ظرف قهري ولن يتقرر يعني ايه يعني ممكن الست تشتغل في الليل لو حصل ظرف قهري في احدى المنشآت الصناعية واضطر غصبا عن صاحب العمل انه يشغل النساء دول ليلا في الحالة دي القانون بيوافق بس بشرط ان يكون الموقف ده قهري ولن يتقرر يعني ايه قهري يعني خارج عن ارادة صاحب العمل لن يتقرر يعني مش معتاد التكريب لان لو معتاد يبقى كده يشغلهم ليه بالليل يبقى القانون بيحافظ على عامل طيب هل الاجازات خصت النساء باجازات معينة طبعا خصتها باجازتين نتكلم على اول اجازة اللي عاملة انت عاملة لك الحق في اجازتين طبعا الاجازة السنوية واحد الاسبوعات دول مع العاملة دول الاجازتين الخاصين بس بالنساء مش هتاخدهم هم بس لا في اجازات تانية هتاخدها طبعا لكن دول اجازات خاصة ما بياخدهمش الرجال طيب زي ايه نبدأ باول اجازة عندنا اجازة الوضع يعني ايه طبعا احنا قلنا قبل كده ان قانون العمل يستمد مواده من المجتمع وتشريعاته لا علاقة بالمجتمع يعني ايه برضو يعني لما ييجي القانون يستمد مادة او اشارع مادة يشوف المجتمع طبعا طبعا ايه علاقة المجتمع باجازة الوضع لا اجازة الوضع دي يعني العاملة هتبقى في الظروف خاصة بيها بمولود ووضع وكده فالقانون اديها الاجازة عمل بقى في الاجازة دي ايه اولا مدة الاجازة دي ايه مدة الاجازة تلت شهور مدة الاجازة كام؟ تلت شهور في ناس من اللي بتتفرج علينا دلوقتي هتقول لا انا عرف واحدة اخد اجازة توضع 4 شهور هقول لها تمام بس لو 4 شهور ديت لو هي موظفة او خضعة لقانون الخدمة المدنية هو في قانون اسمه قانون الخدمة المدنية طبعا ما احنا عندنا اي عمل في الدنيا بينقسم الى نوعين عمل عام وعمل خاص احنا بنتكلم عليه في حلقتنا النهاردة الشركات والمصانع والعمال واصحاب العمال ده خاضع لقانون رقم 12 لسنة 2003 وهو قانون العمل بيخاطب ناس معينة بيخاطب العمال اللي شغالين في المصانع عندنا قانون تاني بيخاطب فئة تانية قانون رقم 81 لسنة 2016 او قانون الخدمة المدنية في ناس مخاطبين بالقانون دول طبعا اللي هم العاملين في جميع المصالح الحكومية والادارية والجهات المحلية وجهزة الحكم المحلي والعملين بالهيئات كل دول خاضعين لقانون الخدمة المدنية فده اجازة ده يعني قانون خدمة المدنية فيه قانون بينظمه فلما تبقى تسمعي ان اجازة واحدة 14 يبقى ده معناه ان هي شغالة في العمل العام احنا بنتكلم هنا على العمل الخاص يبقى العاملة هنا لالحق في اجازة مدة 13 أو 90 يوم طيب انت لو عاملة السؤال اللي هي من حقك تاخديها كم مرة القانون حددلك مرتين يعني من حقك تحصلي على الاجازة دي مرتين طوال الخدمة يعني ايه طوال الخدمة يعني لو انت شغالة عند صاحب عمل من حقك تاخدي الاجازة دي مرتين طوال فترة الخدمة طيب هل الاجازة دي لها شرط يعني انا باي واحدة تروح تشتغل تاخد اجازة وضع لو هي حامل يعني القانون قال لا قال العاملة اللي تكون قمضت على الاقل على الاقل عشر اشهر من حقك تاخد اجازة الوضع يعني لو انت شغالة في مكان وعدى عليك عشر شهور في الشغل ده من حقك تحصلي على اجازة وضع قبل كده صعب ان انت تاخديها او تحتسب لك اجازة وضع ممكن تحتسب لك اي نوع من انواع الاجازات لكن مش اجازة وضع يبقى تاني افكرك بالاجازة دي الاجازة دي مدتها قد ايه هتاخديها مدت تسعين يوم او تلت شهور طبعا بتبتلي تاخديها بتدقى من الشهر السادس او السابع لفترة ما بعد الحمل والقانون كمان قلزم صاحب العمل وقال له لا يجوز تشغيل العاملة خلال ال 45 يوم التالية للوضع دي اجازة الوضع اللي انت من حقك تخديها فيه اجازة تانية برضو القانون خاصة للنساء فقط يعني الاجازة دي هتبقى خاصة للنساء فقط ايه الاجازة دي اجازة بدون اجر ودي الاجازة الوحيدة في الاجازات اللي قلناها واللي هنقولها اللي هي بدون اجر يعني ايه بدون اجر يعني العاملة مش هتاخد عليها اجر وإن لها تنفي صناعة العملاء بالمنشأة هنتكلم في الموضوع ده إيه بقى الأجازة بدون أجري دي طبعا أو بنسميها أجازة رعاية الطفل الأجازة دي طبعا العملاء ما هلسا أليم من شوية إن قانون العمل بيستمد مواده من المجتمع والإعلاقة وصيقة بمشاكل المجتمع القانون لاحظ إن فيه مشكلة بتظهر ما بين الرجل وزوجته بعد الإنجاب إيه المشكلة دي المشكلة دي إن الست مين هيرب الطفل؟ مين هيربع الطفل؟ طبعا الطفل ده فيه لسا مولود فمحتاج رعاية خاصة فيه مشاكل جامدة فالقانون حل المشكلة دي بأجازة رعاية الطفل إيه بقى؟ قال إن العاملة من حقها تاخد أجازة لبعاية الطفل لمدتها هدي إيه؟ مدتها سنتين اللي هم مدت في طوام الطفل دوت يعني العاملة لما تشتغل في مكان هتاخد أجازة لبعاية الطفل لمدتها سنتين طيب الاجازة دي بفلوس لا طبعا دي اجازة بدون اجر اجازة بدون ايه بدون اجر طب هتاخدها كم مرة تستحقها مرتين طوال الخدمة تاني الست لما بتبقى خلاص وضعت وعايزة تخلي بالها من طفلها هل من حقها تاخد اجازة اه ده اجازة مخصوص معمولة لها اسمها اجازة معاية الطفل الاجازة دي مدتها ادي ايه مدتها سنتين مدتها ادي ايه سنتين بتتاخد كم مرة بتتاخد مرتين طوال الخدمة طيب هل الاجازة دي بتعوق العاملة عن اي حاجة يعني ايه بتعوقها يعني بتقلل ترعيتها اه ببتدها سنوات الخبرة اطلاقا الاجازة دي لا تنفي صلة العاملة بالمنشأة يعني ده حتى التأمينات صعب العمل بتفعلها برضو يعني السنتين دول بتحسبهم من ضمن خدمة العاملة من مدة اشتركها في التأمين من ضمن خدمتها في الشغل يعني مثلا مثلا يعني لو هي اخدت اجازة مدتها سنتين ويجت ودور عليها ورجعت تاني الشغل ودور عليها في الترقية هل صاحب العمل يقدر يقول لها انا مش هرقيك عشان انت كنت اخد اجازة بدون اجل طبعا هنا غير قانوني الموقف ده اطلاقا ليه من حق العاملة ان هي تترقى لان السنتين دول اللي يبتخدهم يحتسبهم من ضمن خدمتها اعرفي حق كويس لما تشتغل ان شاء الله اجازتين رعاية السنتين رعاية الطفل دول يتحسبهم من خدمتك اه عند صاحب العمل طيب هل الاجازة دي ممكن صاحب العمل يرفضها لا طبعا لكن حالة واحدة بس ممكن يرفض فيها الاجازة دي ايه الحالة دي حالة دي لو عدد المنشئة اقل من خمسين طب القانون قال كده لا القانون ما قالش كده ما القانون قال ايه قال من لصاحب العمل اللي زي يعمل لدي خمسين عامل ان هو ما يرفضش اجازة الوضع اجازة رعاية الطفلية لو المصنع في خمسين فمش من حقه يرفض ازا بالعقل وبالمنطق كده لو انا عندي اقل من خمسين هل من حق ارفض طبعا اه يعني ايه يعني الوقت ما هو ليه ليه أقل من 50 أصل أقل من 50 دي لها موضوع تاني برده أقولها لك يعني كل حاجة في القانون يقولك إذا كان عدد المنشأة أقل من 50 ليه أقل من أصل لو عدد المنشأة أقل من 50 هيبقى المنشأة دي كبيرة ولا صغيرة هتبقى منشأة صغيرة وأحنا لسه دلوقتي يا أخدين 5 أنواع أو 6 أنواع من الأجازات يعني العامل أو العاملة دي أغدأ أجازة ودي أغدأ فكدا المصنع ممكن يتوقف إنما لما يكون المصنع عدده كبير ففي بدل العام العشرة ممكن يقوموا بأعمال اللي ياخد الأجازة فلو اللي أنا عندي أقل من خمسين فأنا ممكن أرفض هذه الأجازة تماما طيب هل عندنا أجازة تانية دول أجازتين يخصوا المرأة أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل آه طبعا عندنا الأجازة المرضي يعني إيه مرضي طبعا من اسمها كده الأجازة المرضي بيحصل عليها العامل المريض ودي أجازة تحسب كل ثلاث سنوات بأجر كامل وخلي بالك بقى من الأجازة دي ليه؟ لأن دي بتتحسب لك كراصيد يعني إيه كراصيد يعني النهاردة مثلا هي الضربة بتاعتها 3 سنين يعني مثلا أنت تعينت السنة دي وخدت مثلا في السنة دي 15 يوم مرضي بتكتب في رصيدك كده إن انت خدت 15 يوم مرضي في 2021 خدت في 2021 10 تيام مرضي يبقى كده عندك 25 يوم مرضي خلي بالك بقى القانون قال إيه؟ لو أنت طول ما مثلا في الثلاث سنين دي لو خدت شهر مرضي مش هنخصم منك ولا ملين أما إذا تعدى بقى الشهر ده ودخلت في مرضي تاني في خلال الثلاث سنين لو عدى المرضي ده في خلال الثمن شهور هنخلي أجرك 75% يعني لو لو أنت المرضي بتاعك زاد عن الشهر أجرك هينخفض آه ينخفض لو أنت في الأجهزة المرضي آآ آآ زودت عن الشهر أجرك هيوصل ليه 75% أما بقى لو زودت عن الثمن شهور كل ده في خلال الثلاث سنوات اللي اتكلمنا عليهم هتاخد أي يوم بالمرضي هيبقى غير ما تفعل أجر أو بالخاص طيب حد هيقول لي بس ده حرام طب حرام ليه؟ طب ما وفي ناس مريضة بأمراض ممكن تقعد في البيت لقدر الله شهر واثنين وثلاثة بل يوصل الأمر إلى لو كان مريض بالمرض مزمن أنه يقعد في البيت طريح الفراش سنة وسنتين وثلاثة طب ده هنخفض له ونخصم له القانون طبعا كان عارف النقطة دي جدا وقال إيه؟ كل مريض بالمرض مزمن يحصل على أجره كامل أي مريض بالمرض مزمن هياخد أجره كامل الأجر الكامل ده حتى تستقر حالته أو يشفى تماما يعني إيه؟ شغيل في مكان وأصيب بمرض مزمن كنصر لقدر الله أو فشل كلاوي أو أحد أمراض القلب حسب الجدول اللي عاملينه الهيئة اللي عليا للتأمين الصحي عامل جدول بالأمراض المزمنة والمريض المزمن هيقعد في البيت معزز مقرم هياخد الأجر بتاعه كامل حتى تستقر حالته أو يبلغ سن المعاش كده وصل لمرحلة تانية بقى هياخد فيها معاشه ولو المرض دوت أو الإصابة دي نتجة من إصابة العمل بياخد تعويض وبياخد إصابة يبقى دي اللي بنتكلم عليها مريض المرض المزمن عندنا أجازة تانية اسمها أجازة المخالطة أجازة اللي إيه؟ المخالطة يعني هي أجازة المخالطة؟ دي إحدى أنواع الأجازات المرضي يعني هي إحدى أنواع الأجازات المرضي؟ يعني نوع من أنواع الأجازات المرضي بس الأجازة دي يستحقها مين؟ آه يستحقها الشخص السليم طب أنت بتقول أجازة مرضي إزاي يستحقها الشخص السليم؟ هقولك إزاي قانون قال من حق العامل المخالط لمريض بمرض معدي يبقى العامل الاولان ده سليم لكن هو مخالط لمريض بمرض معدي من حقه اجازة مفتوحة ومدفوعة الاج اجازة مفتوحة يعني ملهاش مدة ومفتوحة الاجر ومدفوعة الاجر يعني قبل اجر كامل برضو يعني ايه يعني لقدر الله لو فيه طبعا القانون ده واجازة المخالطة دي محطوطة برضو عشان ما يحصلش خلط بين المواضيع محطوطة قبل انتشار ظاهرة الفيروس كورونا ربنا رب يفعل بلاء عننا قبل الانتشار دوت بكتير يعني لكن فيه امرات تانية معضية فالقانون قال لو فيه عامل مخالط العامل ده سليم مخالط لما بيض بمرض معضي يعني قاعد مع حد في بيت بيخالطه والحد ده لقدر الله مصاب بمرض معين فبندي للعامل المخالط اللي هو السليم اجازة مفتوحة ومدفعة الاجل طب ليه هقولك ليه لان العامل ده مقدر الله ممكن ليصاب بالعدوى ويعد المنشأة بالكامل يبقى احنا هنا بنحمي العامل وبنحمي كمان المنشأة من العدوى دي اسمها اجازة المخالطة عندنا كمان اجازة اسمها الاجازة العرضة او الاجازة الطريقة القانون بيقول من حق العامل خلي بالك بقى الاجازة العرضة مدتها ستة ايام هسمع حد دلوقتي يقول لي يا طب احنا بناخدها سبعة انت ليه بتقول ستة هقولك ليه لان لو انا شغال في القطاع الخاص وخاضع لقانون وقم 12 لسنة 2003 اللي هو قانون العمل هاخد ستة ايام اما لو انا خاضع لقانون وقم 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية هاخد اجازة عرضة سبع ايام هي الاجازة بتختلف لاختلاف القانون طبعا الاجازة بتختلف حسب المخاطب بالقانون لو انا اخاطب بقانون العمل يبقى انا اجازة العرضة ست ايام لو انا اخاطب بقانون الخدمة المدنية يبقى اجازة العرضة سبع ايام طب الاجازة دي مدفوعة الاجر اه مدفوعة الاجر ولا تخصم من الاجر لكن تخصم من الاجازة السنوية خلي بالك يعني ايه تخصم من الاجازة السنوية يعني مثلا لو انا ليه اجازة سنوية تلاتين يوم وخدت الست ايام العرضة التوعية وجيت اقدم على الاجازة السنوية هل من حق ان انا اخد اجازة سنوية اه اجازة عرضة اه من حقك لكن خلي بالك الست ايام دول هنشيلهم من التلاتين يوم عشان كده بنقول الاجازة العرضة تخصم من الاجازة السنوية ولا تخصم من الاجر يبقى ده يعامل او يعاملة يلي انت اشتغلت في مصنع ودرستي اه دخلت تعليم تجاري ودرستي مادة اسمها قانون العمل سواء حتى تعليم كمان فندوي ده باستي مادة اسمها قانون العمل دي حقك العشر اجازات اللي انا قلتهم او التسعة دول حقك اللي انت تطالب بيه انت كده بعرفك حقك لما تروح تشتغل في مكان طيب هو انا لما روح اشتغل في مكان هل هناك اعمال محظورة ان انا اعملها كلمة محظورة يعني ايه يعني ممنوعة اه طبعا في احنا حاجات محظورة اوعى تعملها لانك لو عملتها هتقع تحت يعني ايه مسألة قانونية اه ما هو انت اول ما بتشتغل عند صاحب العمل بتبقى تابع لي قانونيا يعني ايه تابع لي قانونيا اقولك يعني انت بمجرد ما يتم التعاقد بينك وبين صاحب العمل يعني ايه التعاقد يعني العقد اللي انت هتعمله مع صاحب العمل عملت العقد مضيط العقد العقد ده هو اتعبار عن ايه تعريفه القانون ايه العقد ده هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه العامل ان يعمل تحت ادارة والشرف وتوجيه صاحب العمل مقابل ايه مقابل اجل يعني العقد اللي انت مضيت عليه ده انت بتتعهد فيه ان انت تشتغل وتسمع كلام وتنفذ اوامر صاحب العمل مقابل ايه مقابل اجل يبقى انت كده اصبحت تابع لي تبعية قانونية يعني ايه تبعية قانونية عشان برضه ابنائنا اللي هيلقاحك بالاعمال يعني من حقه يوقع عليك الجزاء القانوني اللي القانون حدده للحالات اللي انت ممكن تعملها طب يا مستر اقول لنا بقى العمال المحظور ايه عشان ما اعملهاش لما روح اشتغل هقول لك الحاجات اللي انت متعملهاش اول حاجة ان انت تحتفظ بنفسك لنفسك يعني باي مستند او اصل ورق يخص العمل قوة تحتفظ بمستند او ورق طب افرد واحدة يقول لي افرد طبيعة شغلي بتخلينا اطلع زي ما انت عايز في العمل لكن ما تاخدش ورق معك ما تحتفظ بين نفسك هتقول لي طب ما انا عرف واحد بشغل بيورح اه في ناس مصرح لهم قانونا ان هم يعملوا الكلام ده انما احنا بنتكلم بصفة عامة بصفة عامة انت مش من حقك ان انت تحتفظ باي مستند او اي ورقة تخص العمل يبقى خلي بالك قوة تعمل كده النقطة التانية الاقتراض من العملاء يعني ايه قوة تستلف فلوس من العملاء لان دي من الحاجات القانون بيحذرها طب افرد انا استلفت من واحد صاحبي بواحتك قانون العمل ليس له علاقة ولا يحذر ولا يمنع الاقتراض من الاصدقاء يبقى اقتراض من صديقك زي ما انت عايز انما من العملاء طب استنى بقى طب ما تقول لنا ايه هم العملاء هم العملاء غير الاصدقاء طبعا الاصدقاء دول اصحابك اصحابك في البيت اصحابك في الشغل اصحابك في النادي انما احنا بنتكلم على العملاء مين عملاء المنشأة زباين المنشأة اوه اعتقتراض منهم ليه هو ما ينفعش اه طبعا جي من الاعمال المحظورة على العامل ان هو يقترض من العملاء طيب هو انا طب تقال بس قبل ما نعد النقطة دي اف ده انا محتاج فلوس ومحتاج قرد هو انا ينفع اقترض من صاحب العمل اه ينفع تقترض من صاحب العمل ده مش كده وبس كمان طبعا بعد موافقة صاحب العمل ده القرد لازم يكون قرد حسن يعني حسن يعني من غير فوايد يعني القرد ده هتاخدونت وتسدده زي ما هو بالزبط خدت 1000 جنيه هتسددهم 1000 جنيه اللي بنسميه قرد حسن يعني انت ممكن تقترض من صاحب العمل وبيخصم جزء القانون محدده 10% من الاجر بتاعك نرجع تاني الاعمال المحظورة يبقى انت ممنوع عليك يا عامل او يا عاملة ان انت تحتفظ باي مستند ان انت تقترضي من العملاء كمان ان انت تجمعي تبرعات او تجمعي فلوس دون علم صاحب العمل لازم هتعمل حاجة زي يعني مثلا حدا يقول لي طب استنى بس طب صاحبنا محتاج عملية وبنلمله فلوس انا ما قلتش ده ممنوع ما قلتش ده غلط ده تكافل اجتماعي وجميل وحاجة كويسة جدا بس ببلغ صاحب العمل عشان يبقى عنده خلفية الفلوس دي وحافين وجاي يامنين كمان ان انا اقبل هدايا او مكافآت من العملاء طبعا دي من العمال المحظورة على العامل ان انا كمان انافذ صاحب العمل فعمله او ممارسة عمل ممثل لصاحب العمل يعني ايه يعني ما كنتش شغال مثلا في مصنع حلويات وانا فتح محل حلويات كده انا هنافذ صاحب العمل المتاعي يبقى القانون قالك دي حاجات اوعى تعملها لان لو عملتها هيتوقع عليك الجزاء طب استنى بس هو انا ايه الجزاءات اللي ممكن يتم توقع علي لو انا شغال في مصنع يعني اعمل حسابي كده يعني عشان اتفصل امتى طبعا الفصل ده موضوع تاني انما تعالى اقولك ايه اللي ممكن يتوقع عليك من جزاءات لو انت شغال بس قبل ما اقولك اي جزاء من دول اعرف حقك كويس لا جزاء دون تحقيق يعني لو انت شغال في منشاقة صناعية وصاحب العمل وقع وقالك كده زي ما بنشوف كده بخصوم منك يوم او يومين او كده ما ينفعش لازم تطلب تحقيق لا جزاء دون تحقيق مع العمل كمان لا يجوز ان انا اوقع عقوبة او عقوبتين او اكثر على نفس الخطأ يعني انا اخطأت خطأ فتم توقيع عقوبة علي ما ينفعش اوقع عقوبتين على نفس الخطأ دوت طيب ايه هي بقى الجزاءات اللي ممكن يوجوز توقعها علي من صاحب العمل انت لو غلطت اول غلطة ليك هتاخد حاجة اسمها الانذار يعني اول غلطة ليك طبعا تحقيق الانذار ده يدهولك بقى صاحب العمل يدهولك مدير العمل هنعرف بعد كده مين اللي له الحق انه هو يوقع عليك الجزاء دوت اول جزاء عندك الانذار طيب افرد غلطة تاني والغلطة تقرر هتبتدي تاخد الجزاء التاني الخصم من الاجل هيبتدي صاحب العمل يخصم لك من الاجل يوم اتنين تلاتة مش هنزيد عن كده يعني طيب افرد انا اخطأت تالت يعني انت اول خطأ خدت انذار خطأت تاني خدت خصم افرد انا اخطأت تاني في الشغل عملت حاجة تستوجب الجزاء هنوقع عليك الجزاء اللي بعد كده اللي هو ايه اللي هو ان انا اجل لك ايه 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 اجل لك جزء من العلاوة بتاعتك مش همنعها هأجلها بس طيب افرد اخطأت تاني المرة دي بقى هحرمك من جزء من العلاوة يعني اول عقوبة هتديك انزاء تاني عقوبة هخصم لك من الاجل تلات عقوبة هأجل لك العلاوة رابع عقوبة هحرمك من جزء من العلاوة طيب افرد اخطأت تاني لو اخطأت تاني هتخد العقوبة اللي بعد كده العقوبة الخامسة ايه هي بقى العقوبة الخامسة دي تأجيل الترقية هنأجل لك الترقية بتاعتك طيب افرد انا اخطأت تاني اه بعد ما أجلتول الترقية الخفض الى وظيفة ادنى هنزلك لوظيفة ادنى اه ادنى من اللي انت كنت فيها طيب افرد اخطأت تاني هنخفض لك الاجل بتاعك الله مش انت قلتلي فوق عقوبة اسمها الخصم اه الخصم غير التخفيض ازاي الخصم انا هتديك يوم اتنين تلاتة الخصم هتديك يوم اتنين تلاتة وبعد كده هبجعلك مبتبك تاني اما تخفيض الاجر تخفيض الاجر دوت ان انا اخفض لك الاجر يعني بتاخد الفين اخليهم الفين وخمسمية طبعا هنا عقوبة قاسية بعد كده اخر عقوبة الفصل من الخدمة حد هيقول لي كما العقوبات كده خلي بالك انت ممكن تخش الشغل وتطلع من الشغل ما تخش على عقوبة الانذار العقوبات دي مش هو بعض يعني فدي العقوبات اللي ممكن يجوز توقعها عليك لكن زي ما قلتلك لو انت شغال في مصنع اي عقوبة من دول ما ينفعش صاحب العمل يدهالك الا لما يكون عمل معك تحقيق الاول يبقى له عقوبة بدون تحقيق وده حقك وتمسك بيه طيب ارفض صاحب العمل ظلمني هل انا ممكن اتظلم من عقوبة صاحب العمل طبعا من حقك في حاجة اسمها اللجنة القضائية او لجنة قضائية مشكلة من اصحاب اعمال والدولة ومستشارين اللجنة دي انت ممكن تتظلم لها من قرار صاحب العمل وقرار اللجنة القضائية ملزم لصاحب العمل يعني مثلا صاحب العمل خصم لك 100 جنيه وانت شايف الاهمال او الخطأ اللي انت عملته ده ما يستجوبش لـ 100 جنيه تقول انت تعمل تظلم لما تعمل التظلم ده اللجنة القضائية هتقول مثلا الخصم 50 جنيه يبقى خلاص الخصم 50 جنيه ولو الفلوس دي كانت تخصمت منك صاحب العمل ملزم ان هو يقضي لك الفلوس دي تاني طبعا هي هو مين اللي بيديك الجزاء مين بيوقع عليك العقوبة في الشغل يعني عندنا 3 جهات ممكن توقع عليك العقوبة مدير العمل اللجنة القضائية وصاحب العمل اه كمان ممكن ان هو يوقع عليك لكن كل واحد ليه سلطات واختصاصات تخيل بقى اللي انا هقوله لك ده الفصل من الخدمة ليست من اختصاص صاحب العمل يعني شوف لو انا صاحب مصنع وانت كاتب عقل ما اقدرش انا افصلك من الخدمة وما المين اللي يقدر يفصلك اللي يقدر يفصلك اللجنة المختصة او اللجنة او اللجنة القضائية طبعا الوقتي احنا اتكلمنا بصفة عامة عن حقوقت في العمل اه ازاي تاخد اجازاتك ازاي تستفيد من حقوقت وواجباتك اه ان شاء الله باذن الله في الحلقات القادمة هنتكلم معك كمان ازاي ان انت تشوف مستحقاتك ويصددك من الاجازات وان شاء الله تكونوا كده استمتعتوا بالحلقة دي نشكر العاملين على القناة ونستودعكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا